النهاردة عمر مرموش قتل بايرن ميونيخ لوحده المصري عمر مرموش خلص على الكبير بايرن ميونيخ في الدورة الألمانية عمر مرموش النهاردة مع انتراخت فرانكفورت فازوا على بايرن ميونيخ خمسة في الدورة خمسة في الدورة سجل هدف وعمل هدفين عمر مرموش اللي بتصدر الآن قائمة هدف فرانكفورت في الدورة الألمانية بسبع أهداف في 14 مباراة مرموش اللي هو أكتر لاعب في فريقه بيصنع أهداف في الدورة الألمانية عمل 3 أسست النهاردة منهم اتنين قدامين دام بايرن ميونيخ حكاية حكاية مرموش عموما هو أكتر لاعب أو أكتر لاعب في فريقه ساهم بالأهداف في الدورة 10 أهداف سجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف ومرموش أيضا أكتر لاعب في فرانكفورت صناعة للفرص في الدورة بواقع 1.6 فرصة لكل مباراة حاجة تفرح حاجة تسعد حاجة تبسط يا سلام على الجمال يا سلام على الجمال عمر مرموش أنا فرحانا أقول أن عمر مرموش رائع جدا فايق يعني محمد صلاح ربنا يحميهم يا رب إن شاء الله قبل كده لحد كسف لهمنا في كده وما بعد طبعا يعني عمر مرموش فايق مصطفى ومحمد جاب جولي النهاردة نهاردة نانت كان بيلعب قدام مين برضو قدام مين قدام باريس سان جرمان مصطفى محمد سجل هدف في باريس سان جرمان كانوا خاصنين بهدف وهو سجل هدف التعادل ولكن باريس سان جرمان بعد كده سجل هدف الفوز بس برضو سجل في مين سجل في باريس سان جرمان نهاردة مصطفى محمد بيسجل في باريس سان جرمان عمر مرموش بيسجل في باريس ميونيخ ومحمد صلاح بيسجل هدف عودة فريق قدام كريستال باريس بعد ما كان متأخر وحاجة تفرح حاجة ترفع الرأس يوم حلو النهاردة يوم حلو يوم حلو هجوم ناري لمنتخبنا الوطن إن شاء الله في كاس الوامر الأفريق بإذن الله بإذن الله